تيمة الثقة أن توظف للتعرف على أوضاع اقتصادية أوضاع معيشية رؤية مستقبلية متفائلة كانت أم سوداوية فيما يخص المعيشة والقدرة الشرائية إلى غير ذلك ماذا تعني؟ أن تستخدم كمنهجية بحث هذا ما أفضل صحيح أنا أعتقد بأن هذا المؤشر الاتقاد للأسر مزيان نعرفه ومزيان المغرب تكون فيه مؤسسة بحل من دبيت السمية التقاط لماذا؟ لأنها تبريك في كل مكامل الخلال وكتبريك مجموعة من الأمور التي هي مهمة لدى المسيير والمكلف بالسياسة العمومية غير ذلك بسبب هذه الدراسة أنا لم أفجرني أيضاً لماذا؟ لأن منذ 2008 إلى 2022 كان دائماً تقاط الأسر قطلع وقتنزل تقاط الأسر قطلع وقتنزل فيها كان دائماً متعلقة إما بمحطات سياسية وإما محطات اقتصادية أزامات اقتصادية مثلاً في 2008 من حققنا واحدة نسبة النمو تعادل واحدة السفل المئة تقاط الأسر قطلعت في 2011 كانت الرابع العربي كانت يعني أمم فاتح حولات فيها مجموعة من الأمور وكانت اتفاق الحوار الاجتماع الذي كان في زيادة عامة في الأوجو جميع المواطنين المواطنين وكانت أمم فتلعت بأن المنام ١٨١ الاجتماعي قمت بتعطي سياسي واحدة بيطانية ثم كانت أخذ المنزل في 2018 وكانت أخذ السياسية بأنها أثنين سياسية وكانت أخذ المنزل في 2018 وكانت أتفاقه في 2018 لأنه كانت أمم فتلعت أمم فتلت مصنعًا عن ذلك، وكانت أخذ الشركات بيطانية لماذا؟ لأن في 2022 تكونوا مواضحين. كانت أزمر باعية الأبعاد. لأن المغرب كان يخرج من الجائحة. جاءت الحرب الروسية الأوكرانية. ارتفعوا أسعار مواد الأولية و أسعار محروقات. و جاءت الجفاف لما عشتنا 41 سنة. وبالتالي كان الحكومة عند واحدة سنة يعينتك عند واحدة سنة من الحكومة. بعد سنة من الحكومة كانت سنة صعبة. ولكن مؤشر اتقال الأسر هو مجموعة من الأمور السلبية. ولكن كذلك كان أمور إيجابية لما كانت تركوا لها فيما تبقى في الحلقة.